فرق من بعد فرق والكرب إلى نسيان حقيقة باتت وحدها ما يتردد على ألسنة المئات الذين استفادوا من مبادرة توفير مأوى لمن لا مأوى له التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر استجابته لحالة الحاج صفية التي كانت تفترش الأرض وتلتحف السماء قبل أن تتلقفها الأياد وتبسط لها من الفرش أرحبه فليلا ونهارا تجوب فرق تدخل السريع التابعة لوزارة التضاون الاجتماعي جميع المحافظات بحثا عن من يحتاج العون والمساعدة لتوفر له حياة كريمة تلقب مكانة المصريين فمنذ بدء تجول تلك الفرق في الشوارع رصدت العديد من الحالات ما بين كبار السن وشباب وأطفال فعلى نطاق محافظتي القاهرة والجيزة رصدت تلك الفرق ما يقرب من 250 حالة حالة تم توجيهها على الفور للإقامة في دور الرعاية وأخرى رفضت تحرك من مكانها ولكن تلك الفرق لم تستجب لتلك الرغبة الغريبة وظلت تقدم لهم يد العون والمساعدة وما بين حالات لكبار السن إلى حالة أخرى يتم توجيهها إلى المكان الأنسب لهم وخير دليل على ذلك الشب فاطمة إسماعيل التي تم نقلها إلى مركز استضافة المرأة بمصر الجديدة أما على مستوى المحافظات فلم تهدأ حملات التدخل في البحث عن كل من يحتاج إلى المساعدة ففي محافظة بن سويف تم رصد ما يقرب من ست حالات تحتاج إلى تدخل السريع لإنقاذ حياتهم ومن بن سويف إلى أسوان طالت أياد العون الطفل ملك التي نشرت مشكلتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفور تم وضعها في دار لرعاية الأطفال حياة كريمة لا تراجع إذن عن الغاية والهدف وهو توفير حياة كريمة لكل مصري يعيش على أرض هذا البلد الذي لا ينسى لأبنائه تضحياتهم لما لا فالجزاء حتما من جنس العمل